موسيقى ندد تجار المخاب الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي مؤخرا على مقار الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء والذي أسفر عن السيطرة على الغرفة وإقالة قياداتها المنتخبة وتخويل أشخاص آخرين بصفة غير قانونية واعتبر الاتحاد في بيان له هذه الخطوة امتدادا خطيرا لتنفيذ المليشيا مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضايا على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها لصالح شركات ومستثمرين موالين لها كما تشكل أيضا تهديدا كبيرا للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي تراجع سعر الذهب في طعاملات محدودة النطاق مع ارتفاع صرف الدولار وهبط في المعاملات الفورية صفر فاصل واحد بالمئة مسجلا ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين فاصل تسعة دولار للأنصة وأجرت تداوله في نطاق بلغ سبعة دولارات وتحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ أواخر مايو وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب صفر فاصل خمسة بالمئة إلى ألف وتسعمائة وتسعة وخمسين فاصل ثمانين دولار للأنصة وارتفع مؤشر الدولار صفر فاصل واحد بالمئة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزية العملات الأخرى قفزت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الأسوية المبكرة بعد ساعات من تعهد الصعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بخفض الانتاج بمقدار مليون برميل آخر اعتبارا من يوليو وارتفعت العقود الأجيلة لخام برينت اثنين فاصل تسعة وعشرين دولارا أو ما يعادل ثلاثة في المئة لتسجل ثمانين وسبعين فاصل اثنين وأربعين دولارا للبرميل بعد إن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند ثمانين وسبعين فاصل ثلاث وسبعين دولارا للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي 2.27 دولارا أي ما يعادل ثلاثة فاصل اثنين في المئة ليسجل أربعة وسبعين فاصل واحد دولارا للبرميل ارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة واحد فاصل اثنين بالمئة على غير المتوقع في إبريل الماضي مدعومة بعمليات التوريد إلى الصين في عقاب إعادة الفتح ورفع قيود مكافحة الجائحة هناك وسط توقعات سابقة بتراجعه على أساس شهري بنسبة اثنين فاصل خمسة بالمئة وبحسب مكتب الإحصاء للتحديف إن الصادرات إلى الصين قد قفزت بنسبة عشر فاصل واحد بالمئة وقفضت الواردات بنسبة واحد فاصل سبعة بالمئة مقارنة مع مارس مقابل توقعات المحللين بالتراجع بنسبة واحد فاصل بالمئة ترجمة نانسي قنقر